لخمستاشر سنة وتحديدا من شهر فبراير الف تسعمية ستة وتلاتين مجهودات فؤاد باشا سراج الدين استمرت سنة تقريبا وتم تحديد يوم تسعتاشر ديسمبر الف تسعمية واحد وخمسين عشان النادي الاهلي يستلم أرضه اللي كان مأجرها نادي الفروسية وعشان نعرف قد ايه كان موضوع إعادة الأرض كبير تعالوا نشوف الصحف كتبت وقالتين بعد نضال سنوات بين النادي الاهلي ونادي الفروسية تسلم النادي الاهلي أمس أرض نادي الفروسية التي كانت مؤجرة إليه من النادي الاهلي وقد حصل نادي الفروسية على مساحة كافية من الأرض في مدينة الأوقاف ليقام عليها نادي الفروسية الجديد وحضر أمس تسليم الأرض إلى النادي الاهلي سعادة حسن حسني الزيدي باشا عن نادي الفروسية كما حضره عن النادي الاهلي سعادة عبود باشا وسعادة فكري أبازة باشا والأساتذة محمد مدكور بك وعبد المنعم وهبي بك وأمين أبوهيف بك والدكتور نور الدين طراف بك والأستاذ عبد العزيز تامر سكرتير النادي وبعد كتابة محضر بالتسليم أسدل السطار على نزاع دام سنوات طويلة بين الناديين بشأن هذه الأرض وقد كان للجهود المشكورة لمعالي فؤاد سراج الدين باشا في تصفيت هذا النزاع أحسن الأثر في الوصول إلى هذه النتيجة الموفقة يوم 19 ديسمبر 1951 كان يوم تاريخي لأعضاء الأهلي لما رجعت للنادي الأرض اللي كان مأجرها نادي الفروسية وتقرر تعليق محضر استلام نادي الفروسية بلوحة النادي وكانت فرحة كبيرة قوي بالتساع النادي وارجوع وجهته المطلة على نيل القاهرة وفورا بدأ مجلس إدارة الأهلي تكليف لجنة الإنشاءات بالنادي لعمل تخطيط بالمشروعات اللي حتتعمل على الأرض اللي رجعت يعني نادي الفروسية مثلاً كان عامل مبنى إداري فبدأت لجنة الإنشاءات أنها تبحث في ترميمه وتجديده عشان يكون مبنى اجتماعي جديد للنادي وزي ما كانوا بيقول أيامها كلاب هاوس وأعلن أحمد عبود باشا رئيس النادي في جلسة 20 فبراير 1952 أنه حيتكفل بكل الإصلاحات اللازمة للمبنى الاجتماعي وتم اعتماد مصاريف فرشو بالأساس وتوالت التجديدات في النادي الأهلي وأثناء مفوضات عودة أرض النادي الأهلي حصلت أحداث كثيرة